السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في بداية الدرس الأول من دروس الفصل الثامن درس حساب المثلثات ودرسنا اليوم عن الدوال المثلثية في المثلثات قائمة الزاوية نتمنى لكم متابعة ممتعة دعونا نتعرف على محاور هذا الدرس ابتداء سنتعلم في البداية إيجاد قيم الدوال المثلثية ثم بعد ذلك سنتكلم عن إيجاد النسبة المثلثية ونعرج على إيجاد طول ضلع مجهول يمكن في مثالين عندنا عن طول الضلع المجهول ثم سنتكلم عن إيجاد زاوية مجهولة في المثلث ونختم باستعمال زوايا الارتفاع والانخفاض سيستمر معنا هذا الدرس على مدى أربع لقاءات بإذنك تعالى نتعلم في كل يوم مجموعة من الأمثلة والتدريبات حول هذا الموضوع نبدأ على بركة الله بقراءة فقرة لماذا؟ يعتمد ارتفاع الشخص في التزلج الهوائي على طول حبل السحب L والزاوية X التي يصنعها الحبل مع الخط الأفقي لاحظ معي أخي الكريم وأختي الكريمة الآن أن هذا القارب ما أدري إذا كان نبين معكم في الكتاب فهذا هو الخط الأفقي وهذا هو الحبل الذي يصل ما بين القارب وما بين اللي يتزلج باستخدام المنطاد في البحر فبالتالي يعتمد ارتفاع الشخص على طول هذا الحبل والزاوية التي يصنعها الحبل مع الخط الأفقي اللي هو X وإذا علمت هاتين القيمتين يمكنك استعمال نسبة معينة لإيجاد ارتفاع المتزلج فإحنا نريد مثلا لو حبينا نجيب ارتفاع المتزلج فبإمكاننا استعمال نسبة مثلثية معينة ما بين قياسات هذه الزوايا لإيجاد هذا الارتفاع الدوال المثلثية للزوايا الحادة يعرف حساب المثلثات بأنه دراسة العلاقة بين زوايا المثلث وأضلاعها إذن أخواني الكرام وأخواتي نحن في هذه الوحدة كل شغلنا هو دراسة العلاقات بين زوايا المثلث وأضلاعها فإحنا نعرف أن في أي مثلث عندنا ثلاثة زوايا A و B و C وعندنا أيضا ثلاثة أضلاع عندنا الظلع A B وعندنا الظلع B C وعندنا الظلع A C إذن لدينا في كل مثلث ثلاثة زوايا و ثلاثة أضلاع فبالتالي دراسة حساب المثلثات هي دراسة العلاقة بين زوايا المثلث وأضلاعها وتقارن النسبة المثلثية بين طولي ضلعين في المثلث القائم الزاوية إذن إحنا في البداية رح نركز على النوع معيم المثلثات اللي هو مثلثات قائمة الزاوية إذن بركز على المثلثات قائمة الزاوية أما الدالة المثلثية فتعرف من خلال نسبة مثلثية إذن نريد إيجاد دالة مثلثية التي سنجدها من خلال النسبة المثلثية ويستعمل الرمز غريقي ثيتا ونرمز للثيتا كذا زي بس يعني كذا يعني جاي على شكل بيضاوي ونحط لها قفلة بهذه الشكل هذه تسمى ثيتا هذه نعني فيها زاوية أو قياس زاوية فبالتالي تستعمل الرمز ثيتا للدلالة على قياس زاوية حادة في المثلث قائم الزاوية حيث يستعمل الوتر والضلع المقابل للزاوية التي قياسها ثيتا والضلع المجاور إذن أنا عندي هنا ثلاثة أضلاع بالنسبة لثيتا شوفوا معي وركزوا الله يعافيكم في هذا الشكل أنا عندي ابتداء زاوية ثيتا الزاوية ثيتا هي زاوية حادة في هذا المثلث سأصنف الأضلاع إلى ثلاثة تصنيفات عندي تصنيف قديمة نعرفه اللي هو الوتر ما هو الوتر؟ الوتر قلنا هو الضلع الذي يقابل الزاوية القائمة الضلع الذي يقابل الزاوية القائمة أما الضلع الثاني فهو الضلع المقابل لثيتا الضلع المقابل لثيتا بس ما كل مرة أقول ثيتا خلاص هو الضلع المقابل مقابل لمين؟ مقابل لثيتا والضلع الثالث هو الضلع المجاور لثيتا بهذه الصورة كيف أفرق بين الضلع المقابل والضلع المجاور شوف من خلال الرسم هذه الزاوية ثيتا هذا اللي قابلها واللي يكون غير الوتر هذا الضلع الذي يجاورها فبالتالي دائما ثيتا تكون محصورة بين الوتر وما بين المجاور وهي تقابل الضلع المقابل فبالتالي لابد أني أكون عارف هذه التصنيفات خلنا شوف مثال لو جيت جبت لك هذا المثلث على سبيل المثال الآن وقلت لك والله هذه زاوية القائمة وقلت لك والله هذه الزاوية ثيتا أين هو الضلع المقابل أين هو الوتر أول شيء يلا أين هو الوتر قلنا الوتر ما لا علاقة بالثيتا الوتر هو الذي يقابل الزاوية القائمة هذا هو الوتر والذي يقابل الزاوية الحادة ثيتا هذا نسميه الضلع المقابل نسميه الضلع المقابل والضلع الذي يجاور ثيتا هذا نسميه الضلع المجاور بهذا الشكل فبالتالي جميع الأضلاع اللي عندي لازم أحدد أين هو الوتر أين هو ظلع المقابل وأين هو الظلع المجاور نبدأ بتعريف الدوال المثلثية في المثلث قائم الزاوية مثل ما ذكرنا أنه الدوال المثلثية هي عبارة عن نسب مثلثية ما بين الأضلاع نسب ما بين الأضلاع فأنا عندي كم ظلع؟ عندي ثلاثة عندي وتر وعندي ظلع مقابل وعندي ظلع مجاور كل دالة من الدوال المثلثية هذه تعطيني نسبة بين ضلعين فبالتالي النسبة المثلثية الأولى تسمى جيب الزاوية ويرمز لها بالرمز صاين وهي جيب الثيتا تسمى دالة الجيب دالة الجيب ماذا تساوي بالنسبة للزاوية ثيتا؟ تساوي الضلع المقابل على الوتر المقابل على الوتر الدالة الثانية هي دالة جيب التمام جيب التمام وترمزها وتسمى دالة الكوساين دالة الكوساين لثيتا وتعطيني الضلع المجاور على الوتر إذن الساين تعطيني المقابل على الوتر والكوساين المجاور على الوتر لاحظ الوتر دائما يكون وين؟ يكون فيه المقام بالنسبة للساين والكوساين الدالة الثالثة هي دالة الظل دالة الظل ظل الثيتا أو تان لثيتا نسميها تان لثيتا فبالتالي هذه الدالة تسمى دالة التان أو دالة الظل وهي تكون عبارة عن المقابل على المجاور المقابل على المجاور الدالة الرابعة هي دالة الكوتان دالة الكوتان وهي مقلوبة التان مقلوبة للتان فالتان احنا قلنا المقابل على المجاور الكوتان واش بيصير؟ بيصير المجاور على المقابل المجاور على المقابل وعندنا أيضا الدالة الثالثة اللي هي دالة السك وتسمى دالة القاطع دالة القاطع السك لثيتا وهي مقلوبة الكوساين السك مقلوبة الكوساين فهي عبارة عن الوتر على المجاور الوتر على المجاور وآخر دالة هي دالة قاطع التمام وما تسمى بكوسيك لثيتا كوسيك ويرمز لها بالرمز سي أس سي كوسيك لثيتا هي عبارة عن مقلوبة الساين وبالتالي ستكون الوتر على المقابل الوتر على المقابل هذه القوانين الستة ريحوا أنفسكم وحفظوا هذه القوانين لأنه ستمشي معنا إلى نهاية الفصل احنا كده بسم الله الرحمن الرحيم بدينا فيها فلا يجي بكرة وبعده وانت لسه ما حفظتها لأنك حتتعب الجهت حيكون مضاعف ثلاثة أربع مرات ليش بتتدور القانون كده خلاص احفظها هي كلها ستة قوانين حتمشي معنا إلى نهاية الفصل هذا فيليت الله يعافيكم الجميع ما يجي بكرة لهو قد حفظ هذه القوانين حتى هو يرتاح ويستوعب هذا الفصل بكل انسيابية لأنه بكرة بجي بحل السؤال تقول يا استاذ كيف جت هذه على هذه كيف صارت هذه من وين جت لا لا كلها جت من هالقوانين الستة فبالتالي لا بدنا نحن نحفظ هذه القوانين الستة ونركز مع بعض فيها يلا نشوف أول شي عندي دالة الساين المقابل على الوتر الكوساين المجاور على الوتر التان المقابل على المجاور الكوتان المجاور على المقابل والسك الوتر على المجاور والكوسك الوتر على المقابل لاحظ معي أخي الكريم وأختي الكريمة أن دالت الساين مقلوبها الكوسك ودالت الكوساين مقلوبها السك ودالت التان مقلوبها الكوتان الساين دائما تربط لي ما بين المقابل والوتر والكوساين دائما تربط لي بين المجاور والوتر والتان تربط لي بين المقابل والمجاور وكل وحدة مقلوبها نفس الشيء فالكوسك تربط بين الوتر والمقابل والسكتر بطل بين الوتر والمجاور والكوتان بين المجاور والمقابل ما أضيق هالقوانين هذه لو إحنا حفظناها وحدة وحدة أبحث أول شيء الثلاثة الأولى الأساسية نسميها الدوال الأساسية اللي هي دالة الساين ودالة الكوساين ودالة التان أحفظ الثلاثة الأساسية هذه وبعدين أعرف مقاليبها أعرف مقاليبها ما يحتاج أحفظها خلاص وسأعرف كل وحدة إيش مقلوبة وخلاص نبدأ أستنتج الساين المقابل على الوتر والكوساين المجاور على الوتر الساين والكوساين كلهم الوتر تحت بس الساين المقابل هو اللي في البسط والكوساين المجاور هو اللي في البسط والتان هو المقابل على المجاور يعني كأنها حطت الساين فوق والكوساين تحت فالمقابل يكون فوق والمجاور يكون تحت وبعدين لو جيت كثيرك أبغى سك تقول لي والله السك هي مقلوبة مين مقلوبة الكوسان إذن راح أقلب الكوسان إذن بقول الوتر على المجاور أبغى الكوتان الكوتان مقلوبة التان إذن أنا بروح للتان اللي هي المقابلة على المجاور وأقلبها وشي تصير تصير المجاور على المقابل وهكذا إذن أنت حفظ الثلاثة الأولى هذه مو الثلاثة الثانية أعرف بس كل واحدة منه اللي مقلوبها وبالتالي تكون إنت حفظت الستة هذه وخلاصة وطمأنيت الفصل هذا كله صار إن شاء الله يعني بتتهل معك في حل الأسئلة أتمنى تكون طريقة هذه بسيطة في الإجابة شوفوا معي الآن المثال الموجود أيضا في المفهوم الأساسي جاب لي هذا المثلث قائم الزاوية فيه زاوية حادة ثيتا الضلع اللي طولها أربع هذا وشه هذا المقابل والضلع الذي يساوي ثلاثة هذا هو المجاور والخمسة هو الوتر دائما الوتر أخواني الكرام وأخواتي يكون هو أطول ظلع موجود أطول ظلع موجود هو دائما الوتر اللي قابل الزاوية القائمة الساين قلنا هي المقابل على الوتر فيصير أربع على خمسة الكوساين هي المجاور على الوتر إذن بيصير ثلاثة على خمسة التان المقابل على المجاور يعني أربع على ثلاثة الكوتان أشغله بالتان والسك أشأقلب الكوساين والكوسك أشأقلب الساين فأنا كل ما عليني أسويه في دوال المقاليب أني أقلب ما نسمعها دوال المقاليب الثلاثة هذه بس أعرف كل واحدة أقلبيش التان مع الكوتان واضح اسمهم متشابه بس الكوساين تكون مع السك والساين تكون مع الكوسك إن شاء الله تصير واضحة للجميع نبدأ عاد بحل المسائل الآن يلا وإن شاء الله تكونوا الحفظتوا على الأقل جزئيا هذه القوانين ونبدأ عادة نشوف كيف نحن نحلها قال لك إذا كان ثيتا تمثل قياس زاوية حادة في المثلث قائم الزاوية في سي إذن أنا عندي مثلث قائم الزاوية في سي وأعطاني في هذا المثلث قائم الزاوية هذه السي الآن قال لك أوجد قيم الدوال المثلثية للزاوية ثيتا إذا علمت أن المقابل للزاوية ثيتا طوله ثمانية والمجاور للزاوية ثيتا طوله خمسة عشر والوتر طوله سبع عشر إذن أعطاني الأطوال الثلاثة ويبغاني فقط أجيب للدوال المثلثية الثلاثة فأنا أكتب ساين لثيتا كوساين لثيتا تان لثيتا وكل وحدة أكتب قدامها مقلوبها عشان ما أفكر كثير على الطول أقلبه بس ها بالنسبة للدوال المقاليب وبالتالي راح نقول الآن وهنا هذه كوسك لثيتا بهذه الصورة نبدأ الآن بالنسبة للساين أبقول هي المقابل على الوتر المقابل كم؟ المقابل ثمانية والوتر سبع عشر الكوساين المجاور على الوتر المجاور خمسة عشر والوتر سبع عشر التان المقابل على المجاور وبالتالي بتكون كم؟ بتكون ثمانية على خمسة عشر الكوتان هو المجاور على المقابل وبالتالي بيكون خمسة عشر على ثمانية لا لازم أجيبها بالترتيب Galileo أجيبها بطريق تي يعني أهم شيء تكون صحيحة الكوسك مقلوب الكوساين إذن الوتر على المجاور إذن بيصير سبع عشر على خمسة عشر والكوسك بيكون الوتر على المقابل اللي هو يساوي 17 على 8 بهذه الصورة ويكون أنا جبت الست دوال مثلثية بطريقة صحيحة ننتقل إلى فقرة تحقق من فهمك بنفس الطريقة السابقة ونفس مثلثنا السابق اللي كان في زاوية قائمة بهذه الصورة وكانت هذه ثيتا كان هذا المقابل 8 والمجاور 15 والوتر 17 بس هو الحين يريد أن أحسب الدوال المثلثية للزاوية بي للزاوية بي بهذه الصورة فبالتالي نلاحظ أن الـ 15 صارت هي المقابل والثمانية صارت هي المجاور بينما الوتر لم يتغير مكانه كما هو نكتب الدوال المثلثية كاملة عندنا بنقول ساين لبي كوساين لبي خلصنا من الثيتا في المثال الحين بنرجع على مين؟ على البي فنقول تان لبي بهذه الصورة وهنا نقول كوتان لبي وسيك لبي وكوسيك لبي بهذه الصورة ونبدأ بحسابها الآن عاد قلنا الساين هو المقابل على الوتر يعني بيكون 15 على 17 شوفوا كيف تغيرت والكوساين بيصير المجاور على الوتر اللي هو ثمانية على 17 التان هو المقابل على المجاور اللي هو يكون عبارة عن 15 على ثمانية والكوتان طبعا مقلوبة التان بتصير المجاور على المقابل يعني بتصير ثمانية على 15 والسك هي مقلوبة الكوساين بتصير الوتر على المجاور يعني 17 ما عندنا لا عمليات حسابية ولا شيء بس مجرد أن نضع هذه النسبة المثلثية بصورتها البسيطة فبالتالي كذا نكون انتهينا من الحل لهذا السؤال الآن أيها الإخوة الكرام مثل ما ذكرنا لكم أن عندنا دوال أساسية ودوال مخصصة للمقلوب فبالتالي نلاحظ أن دالة الكوتان هي مقلوب التان دالة الكوتان هي مقلوب التان ودالة السك هي مقلوبة الكوساين ودالة الكوساين هي مقلوبة الساين فبالتالي إذا كنت تعرف أنت وحدة مثلا تعرف الكوساين وتبغى السك مثلا كل ما عليك أنك تسويها أنك إيش أنك تقلب هذه الدالة المثلثية نشوف الآن المثال لرقم اثنين قالك الزاوية بي زاوية حادة في مثلث قائم الزاوية إذا كانت ساين لبي تساوي خمسة على ثمانية فأوجد قيمة تان لبي الساين لبي أخواني الكرام وأخواتي القانون والشو حق الساين هو المقابل على الوتر وهو يساوي خمسة على ثمانية معنات أن المقابل هو يعني يعادل خمسة والوتر يعادل ثمانية أو مضاعفاتها يعني مو شرط خمسة وثمانية لأن هذه نسبة خمسة أو ثمانية أو ممكن تصير عشر على ستة عشر أو خمسة عشر على أربع وعشرين يعني ممكن تكون أي نسبة لأن هذا مبسط إلى أبسط صورة ولكن أنا ما يهمني أخذ بأبسط صورة علشان أنا المطلوب مني والشو المطلوب مني أني أجيب قيمة التان أجيب قيمة التان التان لثيته وش يساوي؟ يساوي المقابل على المجاور المقابل عندي اللي هو خمسة بينما المجاور مجهول فبسميه A على سبيل المثال طيب كيف أنا أجيب A؟ بستخدم نظرية في ثغورس لأن هذا يعتبر مثلث قائم الزاوية فأقول أن A تربيع زائد خمسة تربيع يساوي ثمانية تربيع وبالتالي A تربيع زائداً خمسة وعشرين يساوي أربعة وستين ننقل الخمسة وعشرين للطرف الثاني وبالتالي ننقلها بالسالة بتصير أربعة وستين ناقصاً خمسة وعشرين حيطلع تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين ناخذ جذر الطرفين عاد علشان ننطلع قيمة A فنقول جذر التسعة وثلاثين اللي هو ستة وربع تقريباً نقول إذن A هي عبارة عن ستة وربع تقريباً بهذه الصورة وبالتالي لما أجي أكتب التاني الآن أش راح أقول؟ راح أقول أن التاني هي المقابل المجاور المقابل معروف بالنسبة لي اللي هو خمسة وهنا حيكون ستة وربع يعني خمسة على ستة وربع بهذه الصورة يكون هذا هوتان لثيتا أكون نجبتا اللي هو قيمة أو مقدار أو نسبة اللي هو ظل هذه الزاوية بي كما هي ظاهر أمامنا هذا المقابل عفواً اللي هو الخمسة والمجاور هو ستة وربع مثل ما إحنا أوجدناها طبعاً ممكن نحسب اللي هو النسبة بينهم كم تطلع ونحسب الناتج النهائي لكن نترك هذه الأمليات الحسابية لكم ونشوف الآن تحقق من فهمك أعطاني تان لبي تساوي ثلاثة على سبعة بسوي لمثلث دائماً سوي لك مثلث يا أخ الكريم أو أختي الكريم وحط مثلث قائم الزاوية وحط الزاوية بي اللي هو يبغاك تجيب الدالة المثلثية لها الآن تان لبي قانوناً التان وش يساوي؟ يساوي المقابل على المجاور فالمقابل هنا كم؟ المقابل بفترضنا ثلاثة والمجاور بفترضنا سبعة فالمقابل هنا ثلاثة والمجاور سبعة الوتر هو اللي مجهول بالنسبة لي فأنا لو حبيت أني أجيب ساين لبي سأجد أن الناتج هو عبارة عن المقابل على الوتر المقابل معروف بالنسبة لي اللي هو ثلاثة بس باقي لي أجيب مين؟ أجيب الوتر كيف أجيب الوتر؟ راح أقول أطبق نظرية في ثغر سأقول ثلاثة تربيع زائد سبعة تربيع تساوي A تربيع تسعة زائد تسعة واربعين تساوي A تربيع هذه بتعطيني ثمانية وخمسين تساوي A تربيع أبأأخذ جذر الطرفين حتى أوجد قيمة A اللي هي تعطيني الوتر بس تخدم الآلة الحاسبة في حساب جذر الثمانية وخمسين معذرة؟ نستخدم الآلة الحاسبة نقول ثمانية وخمسين جذرها سبعة فاصلة ستة تقريباً فنقول أن A تساوي A تساوي سبعة فاصلة ستة تقريباً يعني بهذه الصورة بشكل تقريبي سبعة فاصلة ستة وبالتالي إنما نحسب الدالة المثلثية نقول أن ناتجها يساوي ثلاثة على سبعة فاصلة واحد وستين أو سبعة فاصلة ستة تقريباً يعني بهذه الصورة وكذا نكون إحنا جبنا الدالة المثلثية إذن أي دالة المثلثية أخي الكريم واختي الكريمة تعطيك ضلعين من أضراع المثلث يبقى لك تجيب الضلع الثالث كيف أجيب الضلع الثالث؟ باستخدام نظرية في ثغرص وبالتالي تقدر تجيب كل الدوالة المثلثية الستة المطلوبة منك بذلك أخواني الكرام وأخواتي أن يكون وصلنا إلى نهاية المطاف في لقاء اليوم لكن نحب أن نأخذ أيضا بعض الأسئلة من أسئلة تأكد في الكتاب يقول السؤال أوجد قيم الدوالة المثلثية الستة للزاوية الموضحة أعطاني مثلث قائم الزاوية الوتر مجهول بالنسبة لي فبالتالي أحتاج أحسب الوتر فأقول أن 6 تربيع زائد 8 تربيع يساوي A تربيع إذن 36 زائد 64 تساوي A تربيع هذه بتغطيني 100 تساوي A تربيع ومنه فأن A تساوي 10 إذن الوتر يساوي 10 أحدد الأضلاع الآن بالنسبة للزاوية الموضحة طبعا عندك ثيتا هذا الضلع يعتبر الضلع المقابل والستة تعتبر الضلع المجاور والعشرة تعتبر هي الوتر الآن ممكن نجيب الدوالة المثلثية الستة اللي نبغى نحسبها نقول ساين لثيتا كوساين لثيتا تان لثيتا كوتان لثيتا سك لثيتا كوسيك لثيتا شوفوا أخذتها تمرت بالتنازل ومرت بالتصاعد كل دالة قدامها مقلوبة ما أتعب وأنا أضع القيم المقابل على الوتر اللي هو بيكون ثمانية على عشرة وبعد التبسيط بيصير أربعة على خمسة بعد التبسيط بيكون أربعة على خمسة الكوساين هو المجاور على الوتر اللي هو بيكون ستة على عشرة وبعد التبسيط بيصير ثلاثة على خمسة بهذا الشكل التان هو المقابل على المجاور اللي بيكون ثمانية على ستة وبعد التبسيط بيكون أربعة على ثلاثة الكوسيك هو الكوتان عفوا ناخذ مقلوب التان هو الكوتان فبالتالي بيكون المجاور على المقابل على طول أقول أقل بالأربعة على ثلاثة تصير ثلاثة أربعة والسك هي مقلوبة الكوساين وبالتالي بقول هي الوتر على المجاور يعني بتصير خمسة على ثلاثة وأخيرا الكوسيك بعد التبسيط أيضا بتكون الوتر على المقابل اللي بتصير خمسة على أربعة بهذه الصورة كذا أكون أنا جبت جميع الدوال المثلثية الستة للزاوية ثيتا في هذا المثلث نشوف آخر سؤال معنا قالك إذا كانت كوساين A تساوي أربعة أسباع فما قيمة ساين لـ A نسوي مثلث مثل ما تعودنا قلنا إذا ما رسم لك المثلث أنت أرسمه حط الزاوية A هذه الزاوية A الكوساين قانونا كوساين لـ A يساوي المجاورة عفواً على الوتر وبالتالي أقول أن المجاور هو أربعة والوتر هو سبعة والمقابل مفقود أجيب الآن المقابل من خلال نظرية فيثاغورس وبالتالي بتصير A تربيع زايداً 16 تساوي تسعة وأربعين ننقل الستة عشر للطرف الثاني وبالتالي سيكون الجواب A تربيع تساوي ثلاثة وثلاثين بأخذ جذر الطرفين A ستصير كم نأخذ جذر الثلاثة وثلاثين باستخدام الآلة الحاسبة جذر سيكون خمسة فاصلة سبعة تقريباً فنكتب الآن الجذر اللي هو خمسة فاصلة سبعة تقريباً بهذا الشكل وبالتالي حنقول أنه الآن الوتر أو أفواً المقابل هو خمسة فاصلة سبعة خمسة فاصلة سبعة بهذا الشكل وبالتالي بتكون الآن المطلوب قالك أبغى ساين A ساين لـ A بنقوله هو المقابل الوتر خلاص المقابل جاهز عندي بأنه هو خمسة فاصلة سبعة على الوتر اللي هو سبعة بهذه الصورة وكذا أكون أنا أوجدت اللي هو ساين لـ A بهذا الشكل بذلك أخواني الكرام وأخواتي كذا نكون وصلنا إلى نهاية المطاف في درس اليوم الحديث بقية باقي معنا أمثلة في هذا الدرس أتمنى بس أنكم تحفظون القوانين هذه اللي تعلمناها في درس اليوم لأنها هي المنطلق للأمثلة في الدروس القادمة دمتوا في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته